السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري لبساليكم كنتمنى الأمور دي لكم تكون بخير وعلى خير تكونوا في أحسن أحوال الفيديو دي اليوم ان شاء الله في وصفات اللي غزالة بزاف بعجينة وحدة غادي نحضره طرطة بشكل زوين بزاف كيف ما كتشوفوا معي راقية في المنظر دي لها بحجم عائلي وغادي نحضر معكم طرطة تحت هي بنفس العجين ولك الكريمة كتجي رائعة بزاف المهمة دي تشوفوا معي طريقة دي لتحضرهم كنشكركم من هادي الفيديو على التفاعل دي لكم خصوصا في آخر فيديو كنشكركم كاملين كل واحدة خلت لي لايك دي لها او اللي خلت لي تعليق فعلها لي خطكم علي وشكرا لكم بزاف بنسبة للوصفة دي اليوم كيف ماشتوا معي كتجي راقية وكتحضر بسرعة واقتصادية ان شاء الله تجربوهم العائلة دي لكم او للضيوف الى جينكم الضيوف على غفلة فرا كيتحضروا بسرعة كيحتاجوا فقط تقريبا واحد ساعة دي المغانة بالنسبة هكا بشي بردو فتلاجة وكتقدموهم بصحة والراحة المهم بلا ما نطول عليكم اخواتي اكيد غادي نقطع عليكم واحد القطعة من هادي الطرطة في اخر الفيديو فكنت من عليكم فرجة ممتعة ويالله معي نتعرفوا على المكونات مع طريقة تحضر ديال الطرطة ديال اليوم بسم الله على بركتي لا اول حاجة غادي نحتاج جججج ديال مع القبار ديالزبدة اللي تكون الليينة انا كنت عندي الزبدة هاكا خارج تلاجة كنضيف عليها كيس من السكر الفانيلا حبة ديال البيضة اللي تكون في درجة حرارة ديال مطبخ وقبصة ديال الملح كنضيف هنا هي كيس من الخامرة ديال الحلويات الوزن ديالها 8 جرام ممكن تستعملوا لي الوزن ديالها 7 جرام وعندي هنا يججج مع القنص ديال السكر سانيدات قدروا ديال ثلاثة ديال مع القمشي مشكل غادي نخلط كل شي حتى كيولي عندي على شكل كريمة حاولو انكم نضيفو الزبدة كليينة باش هكا كيس هل عليكم تخدموها مع السكر والبيض مباشرة بعد ما خلط المكونات مع بعضياتهم كان بدا باضافة الضقيق شوية بشوية وانا كنجمع فقط العجين ما كان دلقوهاش كيني مستاف ديال الاخوات اللي كيديرو هاد العجينة ديال طرطة من اللي كي وضعو طرطة في الفرن باش كي طيبو كتهبط لهم العجينة من الجوانب فاستبب ديالهم انكم كتلكو العجين فقط كيف ما كتشوفو معي كنضيف بالملعقة شوية بشوية دقيق وكنخلط بالاصابيح كتكون عندي واحد العجينة لليينة رطبة ما تقصحوهاش هذا والشكل ديالها او لا القوام ديالها مباشرة كنرش سطح العمل بشوية ديال دقيق الفرص ما تكترش من دقيق وهاد العجينة بزوينة را ما كتحتاش اننا نوضعوها في تلاجة واحد شوية كنختمو بها مباشرة غادي نطلق العجينة على شكل مستطل لانني في اللول غادي ندير داك المول اللي الحجم دياله مستطل او لا بحجم عائلي وبالنسبة للسومك ديال العجينة ثم اللي غادي تحكمو فيها بغايتوا الطرطة ديالكم يجي العجينة ديالها شوية غلدة فكتغلضو شوية العجين بالنسبة لي غادي نديرها شوية رقيقة صافي مباشرة غادي تشوفوا معي المول اللي اخديته ودهنته بالزبدة مزيان من بعد غادي نوضع عليه العجينة بهذا الشكل فهذا طريقة ره سهلة بزاف باش تخدمو طرطة وخايكون عندكم طرطات اللي العدد ديالهم كتير فهذا طريقة ركا تسهل عليكم تحضروا كيميال هي كتيرا هنا يكا نحاول نقطع العجين وهذي غادي نجمعها فقط ما غاديش ندلكها ونبدأ نطلع العجينة على الجواني الليبانولية مازال ما فيهمش العجين طريقة ره سهلة بزاف هنا يبنت لي العجينة في الجوانيب شوية رقيقة فغادي نضيف واحد الكيمياء غادي تشوفوها معي ان شاء الله تشوفو معي الطريقة اللي تديرو بالنسبة للاخوات اللي ما محمروش اللي هم الجوانيب وقبل من هذا كيفما اشتوا معي أخديت هنا واحد الشوكة او اللا شوكة او اللا فخشت وكنت كل عجينة او اللا كانت قبوها باشاكا ما كتنفخش لنا ففرة اللي انا نوضعنا فيها خميرة ديال حلويت وهناي كناخد كيمياء بكيمياء ديال العجين كنوضعها في الجوانيب وكنقرصها بهذا الشكل هذا مباشرة غادي نوضع المول في الفران كتبع على درجة حرارة 180 كتبع لي من الاسفل كتبع لي التورطة تحمرت من الجوانيب ومن الاسفل كنشغل عليها النار من الفوق وكنخليها حتى تكمل طيب ديالها وكتتحمر مباشرة هنا ياخديت العجينة لتبقات لي غادي نعمر لي مول صغر هادو ديال التورطة حتى هم مذهنتهم شوية ديال الزبدة وكندير لهم نفس الطريقة اللي وضعت معكم او اللي درت معكم بالنسبة لتورطة بحجم عائلي غادي نستمر بحالك كيف ما قديتشوفه معايا حتى نكمل هادو المول فاخدت لي انا هادو العجينة لتبقات لي فعطتني ستة ديال التورطات للحجم ديالهم كيف ماشتوا معايا صغير كنتكهم حتى هم بالفوقشت وغادي نوضعهم في الفران كنخليهم حتى كيطيبوا بنفس الطريقة كيف ماشتوا معايا ومباشرة كنخرجهم وهم مازالين صغر غادي نحيدهم من هادو المول شوفوا معايا كيفاش كيجي الشكل ديالهم كيجي خطيرين بساف كيجيهم حمري من الاسفل ومن الاعلى وحنا ملاحظة بالنسبة لاخوات اللي غادي خليو هادو التورطات فهاد المول حتى كيبردوا لهم وكيصعب انهم يحيدوهم فقط رجعوهم للفران اللي كيكون سخل هذه الزبدة اللي كتكون في هادو العجينة ديال التورطات كدوب واحد شوية وكيسهل عليكم تزولوها بكل سهولة بنسبة للطورطات الكبيرة للحجم ديالها كبير حتى هي كنحيدها ومباشرة غادي نخليهم هنا بعد ما غادي بردو غادي نحضر معاكم الكريمة اللي سبق اللي وحضرتها معاكم في تشيز كيك فبصارة حاجات هائلة هائلة بزاف بزاف الاخوات اللي جربوها وصفتو لي في مواقع التواصل الاجتماعي فاخديت هنا يا كاس كيف ماشتوا معايا ديال الكريمة السائلة كنطلها غير واحد شوية ومن مباشرة غادي نضيف عليها هنا يا جوج ديال العلب ديالجبن طاري هاد الماكة هدي فبصراحة كدجي الكريمة بها خفيفة ولديدة بزاف غادي نعود نطرب غير واحد شوية من اللي كتضيفه الجبن حاوله ما تطربوش بزاف لانها غادي تعقد لكم بزاف وهنا يا غادي ناخد سباتيول وغادي نعود نخلط مرة أخرى حتى كينسج من يدك الجبن الطاري مع الكريمة السائلة اللي كتكون بردة من قبل كيف كتشوفوا معايا كتجي كريمة اللي غزالة بزاف كنصحكم تجربوها وهنا يا اختيت الطرطة بعد ما بردت فكن أكد عليها ضروري الطرطة ديالكم تبرد مزيان عاد كتزينوها لاننا استعملنا الكريمة السائلة وبالنسبة لطرطة ديال يوم فقررت أنني نوضع فيها كيميا ديال الكرموس أو التين اللي غادي نديرو في الأسفل انتم على حسب الفاكهة اللي غادي تزينو بها الطرطة ديالكم من الأعلى فأنا وضعت كيميا ديال الكرموس بعد ما قطعتو قطع لي هي صغيرة تقدروا تديروا الفريز الموز أي حاجة انتم ما بغيتو تبالنسبة للأخوات اللي بغوا يديروها بالكرموس وعندهم المربة ديال التين فقدروا تصرحوا في الأسفل عاد كتوضعوا لي هاد الكريمة حتى وكي يجي يغزل بالنسبة لي ففضلت أنا هنا نوضع كيميا ديال الكرموس اللي مقطع مباشرة كنوزع لي هادك الكريمة غادي نحاول نصرحها ونغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نوضعها في تلاجة بشتبرد وبالنسبة للكريمة اللي غادي نعمر بها التورتات فحتاجت هنا كاس ديال عنبا ديال الحليب غادي نوضع ملعقة كبيرة اللي تكون عامرة بالنسبة لها المعلقة ما كتعمرش لي بزاف فكندير ملعقة ونصف ديال السكر معلقة ونصف ديال بودرة ديال كخيم باتيسيا ممكن تعفضوها بالنشاء او لبطقيق الفورز كنوضعوه مع نار حتى كتعقد لي بهاد شكل ومباشرة غادي نكي هاد الكريمة بهد ميجا غوم ديال الحامض ممكن تستعملوا اي نكهة كتفضلوها عندكم حتى الحمض فكتعصروا واحد ربع كاس وكتضيفوه على هاد الكريمة ديال كوم وممكن تستعملوا حتى هاد النكهة ديال الحمض اللي كتكون سائلة في هاد القريعات اللي وريتكم بغيتو تديروها بالنكهة ديال فاني ديروها او لاب ديال الكاكاو والشوكولاتار كي يجيو غزالين بزاف بنسبة لهاد تورتات را تقدروا تعمرهم باي كريمة انتوما كتفضلوها بصراحه كي يجيو غزالين بزاف وكيتحضروا بسرعة سنعمر هنا هاد الكيميه اللي عندي فتقريبا هاد الكيميه ديال كاس ديال عنبه كفاتني الهادستة ديال الحبات سنوضعوهم في تلاجح تكي بردو ونرجع معكم ان شاء الله هنا هاد ندوز مباشرة باش نحضر معكم المورنج فاخدت هنا جوج ديال بيض ضفت معهم واحد قويصة ديال الملحة سنطلعوهم واحد شوية مباشرة هاد نبدأ نضافع لهم كيميه ديال السكر تقريبا غادي نضيف جوج معلقة ديال السكر فكن ضيف غين سمعلقة وكنخلط وكنضيف نصف ملعقة اخرى وبانسبة لهاد المورنج تقدر تخليوها غير بسكر او لكتنكوها بسكر الفانيلا بالنسبة لي غادي نضيف لها كيميه ديال السكر الفاني كطلع واحدة تكدل لكم واحد المنقار كيفما غادي تشوفوا معي ان شاء الله وخا بالنسبة لي انا رفوت لها واحد شوية تطراب حاولوا انكم ترطوا معها البل ما تخلطوهاش كتر من القياس لانها غادي تحبب معكم وغادي نضيرها في بلاستيك غذائي اللي غادي نوضع فيه واحد القمع وغادي نزين به ان شاء الله هاد طرطة اللي الحجم ديالها كبير وحتى طرطة الصغار بانسبة المكونات ان شاء الله تلقوها مكتوبة في صندوق الوصف وفي اول تعليق اسفل هاد الفيديو ان شاء الله المهم غادي نكمل لها هنا يتطراب كيفما اشتوا معي هنا يكدر ذاك المنقار ومباشرة خديتها كيفما اذكرت لكم قدرتها في هاد القمع وف بلاستيك الغذائي وغادي ندير وريضات به هاد الشكل في الجوانب فقط فبس هاد طرطة اللي الشكل ديالها كيجي راقي جميلة بزاف وكيفما اشتوا معي هنا ما فيهاش بزاف ديال المكونات بالنسبة الاخوات اللي ما بغوش يديروا هاد الكريمة سائلة مع الجوانب الطاري تقدرو تعمرو هاد طرطة بالكريمة ديال الحمد لانها كتوتة بزاف مع المورنج وبالنسبة لهاد الصغار فغادي نعمر ثلاثة غادي نديرهم بالمورنج بهاد الشكل غادي نغطي الكريمة اللي وضعنا ديال الحمد حسن لما عندكم شاليمو فكتاخذوا هاد طرطة ديالكم كتوضعوهم في الفران اللي شعل عليهم النار فقط من الاعلى وكتخليهم حتى تتحمر ليكم مكطب ليكم ديك المورنج الى عندكم الشاليمو فكتطيبو المورنج ديالكم بهاد شكل حتى تتحمر بالنسبة للطرطة للحجم ديالها كبير فأخذت هنا الكرموس قطعت كل حبة على أربعة وكنوقفهم بهذا الشكل اللي كتلاحظوا معي كتعطيه واحد الجمالية للطرطة ديالنا أما المذاقرة كتجي خطيرة بزاف إن شاء الله هتجربوها لوليداتكم والعائلة ديالكم وليما لحتى الضيوف ديالكم إلى جينكم على غفلة صافي هنا يبعد مسالية كيف ماشتوا معي كملت الزين ديالها كيجي الشكل ديالها راقي كيف ماشتوا بالنسبة لها الطرطة الصغار تقدروا تزينوهم بأي فاكهام توفر عندكم نديروا الفرز كيوي تقدروا تديروا غير اللوز إيفيلي من الفوق ديال الكريمة عندكم كامل اختيار المهم أي فاكهام توفر عندكم بالنسبة لي فغادي نزينوهم فقط بدوائر ديال الموز أو للبانات وغادي نرشوهم بشوية ديال فويتين تقدروا تديرو كيفما ذكرت لكم اللوز إيفيلي كيعتوا حلم داق اللي هو زوين بزاف غادي نكمل لهم الزين وغادي نوريكم الشكل النهائي ديال طرطة ديالنا وخما خليتهم شي بردو مزيان في تلاجا يلا خليتهم تقريبا 11 ديال دقيق نتوما خليوهم ساعة عاد قدموها العائلة ديالكم والضيوف ديالكم إن شاء الله يوا نوضي يلا للحذقة حضريها الوليداتك إلى عندك الكرموس وعندك هاد الفواكيف في البيت ديالك فنوضي حضريها الوليداتك فرحيهم هاد الوصفات اللي اقتصادية وسهلة وسريعة في نفس الوقت كيف ما اتكرت لكم مكونات هاد الطرطات إن شاء الله تلقاوها مكتوبة في صندوق الوصف وكيف ما اشتوا معي حضرنا طرطات صغار وطرطة بحجم عائلي فقط بجوج مع القكبة ديال الزبدة فاقتصاديين إن شاء الله تجربهم كيف ما اتكرت لكم أكيد غادي القطع لكم واحد القطعة واخا أنا راه ما زال ما درتهم مش في تلاجة باش يبردوا لي يمزيان وهديك الكريمة اللي ترتها بالجبن فما زال ما برداتش عندي مزيان لأنني قدرت شاليمه فأكيد غادي تولي في درجة حرارة ديال المطبخ غادي القطع لكم واحد القطعة باش تشوفوا معي إن شاء الله شكل ديال طرطة من الداخل كيفاش كتجي وبهكا كنقول لكم أخواتي وصلنا النهاية ديال الفيديو كنشكركم كاملين وحدة بوحدة للمشاهدة ديالكم كيف ما اتكرت لكم في اللول ديال الفيديو كنشكر كل وحدة شجعتني وخلت لي لايك ديالها وتعليق خصوصا كيف ما اتكرت لكم تفاعل ديالكم في آخر الفيديو فرحني بزاف إن شاء الله تفرحوني حتى في هاد الفيديو وتشجعوني وتديروا لي لايك باش نقدم لكم المزيد من الوصفات وبهكا كنقول لكم خليتكم على آخر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة